عقد في ديوان قائم مقامية قضاء بلد اجتماع بحضور مدير ماء القضاء والقائمين على مشروع ماء الرواشد لمناقشة مراحل إعادة إعماره خلال مدة خمسة أشهر عن طريق صندوق إعادة الإعمار وأكد مدير المشروع أن العمل متواصل وبوتيرة متسارعة لإنجازه بالوقت المحدد وبين أنه سيغذي خمسين في المئة عقد اجتماعا موسعا في ديوان قائم مقامية قضاء بلد بحضور مدير ماء بلد والقائمين على مشروع ماء الرواشد لمناقشة مراحل إعادة إعمار المشروع بعد تخريبه من قبل عصابات داعش الإرهابية والذي سيستمر لخمسة أشهر ويغذي خمسين بالمئة من مناطق قضاء بلد عن طريق صندوق إعادة الإعمار الحقيقة اليوم اجتماعنا مع السيد قام مقام قضاء بلد الأستاذ عامر حول تسهيل مهمة دخول الفريق الهندسي المكلف في إعمار مشروع ماء بلد الكبير بين قوسين الرواشد اللي يوقع في منطقة الرواشد واللي يغذي حوالي أكثر من خمسين بالمئة من مدينة بلد الطاقة الانتاجية لهذا المشروع بحدود ألف متر مكعب بالساعة يعني إحنا عدنا حاليا نقص حوالي أكثر من خمسين أو خمسين بالمئة من كمية الماء المجهزة للمدينة هذا المشروع مشروع حيوي ومهم للمدينة شركة ملاذ السلام تعاقدت مع الإدارة الاستراتيجية عن طريق البنك الدولي لغرض إكمال وتأهيل هذا المشروع الحقيقة الشهر الماضي بدت هاي الشركة بأعمال التنظيف ورفع المخلفات الحربية راح تكون عندنا ثلاث شفتات أو شفتين عمل مدة إنجاز المشروع خمسة شهر مئة وخمسين يوم مدير مشروع ماء الرواشد من جهته أكد الاستمرار بالعمل بشكل متواصل لإنجازه بالوقت المحدد خدمة للمصلحة العامة كشركة ملاذ السلام نحن ماخذي مشروع تأهيل ماء الرواشد نعم كمهندسين تنفيذ بالموقع العمل باشر إن شاء الله بهذا المشروع والمدة ما عدد حلق aproveitenشهر وإن شاء الله ينجز وهذا المصلحة العامة وخدمة أهالي بلد إن شاء الله إن شاء الله مستمرين بالعمل ما نوقف إن شاء الله ليلة نهار إن شاء الله ما نخلي أي تقصيل إن شاء الله لخدمة الناس طبعا مشروع ماء الرواشد سيعود بالفائدة على قضاء بلد من خلال زيادة كمية الماء وفي حال استكمال مشروع ماء الرواشد الحيوي والمهم سيقضي على شحة الماء في أغلب أحياء قضاء بلد من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين علي البلداوي شكرا